اشتركوا في القناة الذي كان يقول في الرواية اليوم لما نتكلم عن الرومانسية مثلا أو عن المشاعر أو عن الحب لما نجي إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ألطف الناس أحسن الناس أكرم الناس في تعامل صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب إذا جينا إلى الحب وإلى الوفاء نجد كيف كان صلى الله عليه وسلم حبه لخديجة كان من وفائه وحبه إذا دبح الشاه يقول خذوا هذا فقسموه على صويحبات خديجة يعني من اليوم الي يفكر في صاحبات مرته الناس ربما يتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يتكلم بالفصحة وعليه الهيبة وعليه الجلالة والناس جالسة عنده كأن على رؤوسهم الطير واحد من الصحابة تصور هذا الشيء راح قال للسيدة عائشة قال لها أنتو كيف تجلسوا معنا رسول هذا إحنا ما نجلس بين يديه ما نقدر نطل في عيونه ما نقدر نشوف حيون قالت لا كان صلى الله عليه وسلم كان في البيت كأحدنا يضحك معنا ويأكل معنا وكان يكنس المنزل من اليوم أرجى الرجال فينا اللي يقوم يكنس البيت أحيانا الرجال لما يكنس البيت واللي ينظف حمام حس نفسه أنه هذا يعني جرح في رجولته أخدش في رجولته وفخام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنس البيت يقوم من البيت كان يخيط طيابه صلى الله عليه وسلم كان يرقع الثوب كان يقوم يربط القرب تقول سيد عائش حتى إذا أدنا المؤذن فكأننا لا نعرفه هو لا يعرفنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع زوجته يعطيها حقها بالكامل كان يتزين لزوجاته كان في هيئته في منظره كان من لطفه يضاحك زوجاته وكان ربما كما جاء أنه خرج في السباق مع السيدة عائشة قام يسابقها مرة وسابقها مرة أخرى هذا إذا الناس تكلموا عن الرومانسية والجمال طالعوا حياة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه ما نحكيها على سبيل أنها قصص نادرة في حياة النقصة السلام بعض الناس يقول لك ممكن هي موقفين هذه هي حياة رسول الله كلها كل حياته مع زوجاته كان على هذا النحو يوم الصلح الحديبية يوم أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع كان الصحابة في حالة اكتئاب شديد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكتئب أصحابه ما سمعوا كلامه فأم سلمة قالت لما يا رسول الله ما لك هكذا قال أصحابي فعلوا وفعلوا قالت ما عليك بهم يا رسول الله أخرج فانحر هديك وحلق رأسك فإنهم سوف يفعلون فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة في هذا المقام وسجلت هذه في تاريخ النساء أن النبي محمد بن عبد الله الذي ينزل عليه الوحي وأعقل الناس وأذكى الناس وأرجى للناس أخذ برأي زوجته في قضية مصيرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بزوجاته أنه صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا ومعه أحد من زوجاته حتى كان يقرع بينهم بالقرعة كل ما أراد أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء أخذ زوجاته جميعاً معهم في هذه الحجة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحس أن المرأة أنه ثقل على ظهره من المواقف الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام واحدة من زوجاته يقال الناس سيدة صفية تريد أن تطلع على الناقة وما استطاعت فالنبي صلى الله عليه وسلم انخفض ووضع لها ركبته وجعلها تدوس بقدمها على رجله اللي تستطيع أن تصعد يعني اليوم ممكن نشبهها بأن الواحد مثلاً يفتح لزوجته باب السيارة من اليوم مثلاً يفتح لزوجته باب السيارة وهو فرحان ويحس أن هذا إحسان يحس أن هذا اتباع للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما جاء منصوص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ما ضرب امرأة قط اليوم الرجال اللي يظل نفسه أنه رجال وأنه رجولته في قوته لما يقوم يلطم امرأة ولا يضربها يحس أنه قوي يقول له اللي هو أرجل منك ألف مرة الحبيب صلى الله عليه وعلى وآله وصحبه وسلم ما امتدت يده على امرأة لأنه كان كامل فاليوم الذي يمد يده على زوجته إنما هو ناقص الرجول وأما الرجل الذي يريد أن يكون عنده من رجولة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يراعي الذي يلاطف الذي يصبر الذي يحلم الذي ما تفارق ابتسامته وجهه إذا دخل على أهله هذا هو الرجل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال خاف على النساء هذه رسالة للنساء أنه شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة يا نساء أحن عليكم من أي إنسان في العالم كله من آخر وصاياه لما وصانا في مرض موته وصانا بالصلاة وقال استوصوا بالنساء خيرا هذا كان شعار سيد الرجال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله يا من تريد أن تكون قريب من رسول الله حبيب لرسول الله شبيه برسول الله عامل زوجتك معاملة جميلة جيدة واصبر وحلم وتلطف وانبسط معها وقم بأداء حقوقها والإحسان إليها هذا سيقربك من رسول الله ستكون مشابه له في الخيرية التي تجمعك به على حوضه المورود يوم القيامة إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة